اشهد سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية بالخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه اللورعاء في افتتاح دور العقاد الثاني من الفصل التشيعي السادس لمجلسي الشورى والنواب وما تضمنه من رؤية حكيمة شاملة لتعزيز مكانة مملكة البحرين كلموذج رائد في الإصلاح والتحديث والوحدة الوطنية والتعايش الإنساني ودبلوماسية التسامح والسلام وأكد سعادة وزير الخارجية أن الكلمة السامية لجلالة الملك البعظم تمثل خارطة طريق لاستدامة الإنجازات الوطنية والتنموية والحقوقية الرائدة في إطار دولة القانون والعدالة والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان في ظل سلطة قضائية نزيهة ومستقلة وتواصل التعاون البناء والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وثمن سعادة وزير الخارجية البعد الإنساني والحضري في الخطاب الملكي السامي في تأكيد جلالة الملك المعظم اعتزازه بوعي المجتمع البحريني المدني المتحضر وتمسكه بقيم التعايش السلمي والحرص على أمن الوطن واستقراره ووحدته في مواجهة التحديات مشيدا بتوجيهات جلالته السامية إلى وضع خطة عمل للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وتعزيز مكانتها العريقة وأعرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزازه بالنهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم في تأكيد اعتزاز مملكة البحرين بتحالفاتها الوثيقة وتكاملها وتعاونها الأخوي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بما يعود بالخير والنماء على شعوبها الشقيقة ويدعم حقوقها ومصالحها المشتركة وفي مقدمتها حل القضية الفلسطينية ودعم مساعد تهدئة وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وضمان حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقل وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية ترجمة نانسي قنقر